بسم الله الرحمن الرحيم هذا المشروع هو عبارة عن جهاز نذار يطلب باسورد ويخليك تغير الباسورد وبيحسس مسافة من تجد قدام الجهاز يتحسس المسافة ويطلب منك يدخل كلمة السر ويطلع لك بذر هاتي صوت يعني بيسماعة صغيرة على شكل يعني طواني صغير اسود تمام فدائما اي مشروع لازم تفهم متطلباتك قبل يعني يفهم شن المطلوب يسوي قبل ان تبدأ بانشاء المشروع لا تبدأ بانشاء اي مشروع وانت مفاهم تفاصيله واسأل عن تفاصيل المشروع قبل ما تبدأ تنفذه مهم جدا هذا الموضوع زين انه تفتهم تفاصيل المشروع تقوم فكرة المشروع على بهنا جهاز انذار يعمل بالتنسيق معه حساس مسافة يعني يتحسس المسافة فعنده بدء تشغيل يقدم جهاز للمستخدم خيارين الخيار الاول هو اكتيفيت ويكون معلق بالمفتاح اي متعلق بالمفتاح حالي يعني اي اكتيفيت يعني بعبارة واخرى رح يصير اكف لوحة مفاتيح لوحة مفاتيح رح نستخدمها هي ستة عشرية سداسية بها اي بي سي دي اي اف باليضافة الى الارقام من الصفر للتسعة يعني هكسا دي سمال تمام تشغيل الجهاز اكتيفيت ويكون متعلق بالمفتاح اي من لوحة مفاتيح في حال اختيار تشغيل يعني اي يبدأ عدد الثواني تنازلي بالعمل يتم تفعيل الحماية بعد عشر ثواني مع ظهار العد على الشاشة يعني كاونتر يحسب لك عشر ثواني الخيار الثاني هو تشينج باس يعني تشينج باسوورد ليش باسوورد كامل لانو ما تكفي عدد الاحرف بالبانل هذا فالخيار الثاني تشينج باس ويكون او باسوورد ريسيت باس ريسيت مثلا يعني شو تريد يسميها ويكون متعلق بالمفتاح بي منتخل بي شي يطلب منك يطلب منك القديمة اذا دخل القديمة صح يخليك تغير الباسوورد اذا ما تدخل الباسوورد القديمة صحيح ما يخليك تغيرها في حال الدخول في نمط الحماية ومر جسم امام الحساسة ستدخل نمط الحماية بلش ورع عشر ثواني بلش الحماية مر جسم امام الحساسة بشينه الترسونيك يتحسس هي واحد يمر من امامه يتحسس فمر جسم من امام الحساس جهاز الاندار سوف يعمل ويشغل الزمور البازر يشتغل تمام ويطلب ادخال كلمة السر حتى يتوقف ويطيك في كتابة انه سويا حتى يتوقف في حال ادخال كلمة خاطئة يعيدوه اطلب ميك يدخل كلمة صحيحة محاط لمت محاط عدد معين وراه يقفل ما خال هذا الشيء بالحياة بسرعة عامة عندك حد معين تمام ورا الحد المعين ورا مثلا ثلاث محاولات ينتقل الصوت مثلا يتغير يصير شيء بهذا الجهاز مطالب منك هاي التعقيدات التفصيلة بس انت هذا الشيء تقدر تطور به على المشروع تمام هاس ملاحظة مهمة بدأنا به الكلام وهسا راح نكررها ان فهم خطوات عمل المشروع تساعد على فهم الكود البرمجي وسبب ترتيبه بشكله الحالي بالحقيقة ان فهم خطوات عمل المشروع تساعدك على اختيار العناصر اللي راح تستخدمها يعني هتحتاج ديسبلاي مثل هذي لو ما راح تحتاج هتحتاج هكسا ديسمال انبوت لو ما راح تحتاج هتحتاج هتحتاج هكوليتها من تعرفها تعرفها من خطوات عمل المشروع شو المشروع شو المطلوب يسوي تمام المكونات الاساسية هاي 7 هاي عافوا الديسبلاي هاذا الهكسا ديسمال كيباد هاذا الالترا سونيك سنسر هاذا البوزر الاسود هاذا الاسطواني وهذا الاردوينو ميجا طبعا نقدر نستعمل الاردوينو اونو ايضا يؤدي الغرض نضم المشروع العناصر الاتية لوحة اردوينو من هذا النوع وهذا النوع لوحة مفاتيح ستة عشرية ها حساس المسافة بالامواج فوق الصوتية الشاشة تعرض كريستالية زمور انذار او بوزر تمام المخطط النظري لمشروع بعد التعرف على العناصر المطلوب بقية لدينا تحديد الاقطاب المخصصة لكل طرفية متصلة مع الاردوينو المشروع نربطهن سويا لازم نربطن واحدة بالثانية بفرض ان لوحة الاردوينو هي التي سوف يتم التعامل معها انها سوف نختار ميجا لوحة المفاتيح سوف نختار هكسا ديسيمال فيسم يتم توصلها مع الاقطاب 14 الى 21 اما شاشة العرض الكريستالية LCD فيها تم توصلها مع الاقطاب من 1 2 4 5 6 7 بقي حساس الامواج فوق الصوتية الذي تم توصلها مع الاقطاب 19 الالترا سونيك واحد للبداية للترقر والاخل للأكو الاخيرا نزيل عن واحدة امتفت واحدة اوتوت ووزر وازم الزمور بوزر وقتل امتفت هذا الزمور فقط امتفت تمام هذا الفولتج وهذا القراوند هذا الهكسا ديسيمال هاي الوايرينج هذا الالترا سونيك هذا البوزر هذا الاردوينو ميغا هاي البنز ماتة ممكن مو كلش واضحة بالرسم تمام ونستمر فالقسم الأول من الكود البرمجي يتم تعريف المكتبيات والمتحولات المطلوبة لعمل الكود البرمجي نسوي الـ variables اللي يريدها ونسوي الـ include للمكتبيات الـ libraries اللي يريد نستخدمها فتم تعريف مكتبية شاشة العرض الكريستالية ومالك LCD مكتبية لوحة مفاتيح hexadecimal تعريف أقطاب باسمال ثنائية اللي الدلالة عليها وهي أقطاب الزمور قطب القدح قطب قراءة النبضة الواردة من حساسة لمواجفة قصتية رح يصبح الـ on-put ونستخدم pulse-in الـ variables اللي عرفناها في البداية فمنها قسم خاص بحساسة الأمواج حساب المسافة distance تحديد المسافة البداية initial distance عند أول تشغيل تحديد المسافة الحالية عندك القراءة current distance بالإضافة إلى متغيرات ومتحولات أخرى لضبط كلمة السر البداية معرفة معرفة كسلسلة محرفية متحولات نمطية لضبط حالة جهاز الإنذار وغير ذلك من المتحولات التي سنتعرف على ضيفتها لاحقا في هذا المصدر استخدم كلمة متحولات أحيانا كثيرة من تقرأ مصادر التي تخصها C++ أو البرمجة بسرعة ما يسمى متغيرات متحولات أو متغيرات نفس الفكرة فهي الليبراري ذاتين LiquidCrystal Keypad 30.H وهنان عرفنا بزر وTriggerPen وEchoPen وعرفنا هنا هنا لنالون Duration Distance Initial Distance Current Distance وانتجار اسم آي هنا نالا ScreenOffMessage وهنانا String Password وحناني تلات أربعة وهنانا Temporary Password وهنانا Activate False State of the Alarm يعني Alarm أول مرة Off So Activated False وهنانا Is Activated On or Off وهنانا Activate Alarm أيضا False إلينا وفقا حيث تغلل البزر Alarm وهنانا Alarm Activated False أيضا فهنانا شنو Activated False Is Activated Thinert Boolean Activated Alarm Alarm Activated Thinert Boolean Entered Password هناختارها Boolean State of entered password To stop the alarm بتغير نسوي عليه الألارم تبدله هذي يوقفها فضمن F statement check عليه Pass change نسوي False و هنا Pass changed Manifolds Pass changed mode Pass changed Password Changed Net Boolean طبعا هذا الكتاب نسوي كود بهاي الطريقة ثم نقوم بضبط لوحة المفاتيح من حيث عدل الأسطر والأعمدة ومكان اتصالها على لوحة الأردوين أو قيمة التي سوف تعطيها لوحة المفاتيح الخاصة بكل مفتاح مع الانتباه أن القيمة التي سوف تعيدها لوحة المفاتيح مضبطها كقيم محرفية car وهذا الأمر مهم عند التعامل مع الكلمة السر والتي هي بالأساس سلسلة محرفية string ثم نقوم بتحديد أقطاب توصيل الشاشة على لوحة المفاتيح بل أردوينو قطاب توصل بالشاشة 4 rows 4 columns 4 في 4 كار key pressed وانا على الكار هنانا rows with columns حددناها row pinouts of the keyboard column pinouts of the keyboard 4 rows من 14 إلى 17 والcolors من 18 إلى 21 4 4 هذا keypad يعني الهكسد يسمى keypad وهنا نسوي فد أري أخرى اسمها من نوع class keypad اسمها my keypad تساوي هاي تفاصيل كلياتها تمام وهنا نقوم بتحديد كريستال display LCD نحدد بها الأقطاب 1-2-3 1-2-4-5-6-7 ماكو 3 زيان ضمنا حلقة التهيئ setup هسا نبعدنا ليسا مواصل setup الضمنا يتيم تهي لي راح تتنفذ مرة واحدة فقط يتيم تهي شاشة العرض الكريستالي وكذلك اقطاب المشروع مطلوبة المشروع هي قطوب الزمور قطوب القدح حساس المسافة حساس المسافة فالبوزر سيكون output trigger pin ايضا 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 خلاص ال setup هنانا راح نجعل اللوب بداية البرنامجة الرئيسية الذي سوف نقوم بتقسيمه عدة اقسام اللوب اول بدايته يختبر متحول activate alarm تمام والذي اصبح قيمتها تروح عند اختبار تفعيل الجهاز في بداية الكل عبر الضغط على مفتاح أي يعني ما لم تفعل أي activation والذي سنصل له لاحق من الكل برنامجة فإن كان قد تم اختيار الدخول في نمط عمل البرنامج يقوم بما يلي يمسح الشاشة alarm will be في السطر الأول activated in في السطر الثاني وراه يحسب counter 10 ثواني يحدد الموقع المواشر في آخر خانة بعد نهاية العبارة السابقة ثم يدخل في حلقة عداد لمدة 10 ثواني عبر الحلقة الشرطية countdown while countdown وفي كل مرة يعمل عدو يشغل الزمول التي تنبيها للدخول في نمط العدوى هكذا تمام وكل مرة يحط 1000 ms delay بعد الانتهاء من العدو يمسح الشاشة بطبع العبارة فإذا فرضنا أنه أول مشغل does يعني activate راح يحسب 17 ثواني يصر alarm activated أي تم تفعيل الانذار ثم يتم استدعاء get distance function معينة اسمها get distance معرفة المسافة البداية initial distance التي تفصل الجهاز عن أقرب جسم أمامه لكي يتم اعتبارها المسافة البداية وفي النهاية يعيد قيمة المتحول activate alarm للقيمة صفر ويرجعها للقيمة صفر بينما يغير قيمة المتحول alarm activated لقيمة true لكي لا يدخل لكي لا يدخل كود البرمجي في نفس الحلقة مرة الثانية وتمنى انتقال لحلقية جديدة متعلقة بالمتحول alarm activated تمام siis alarm will be activated in 4 seconds هنا تقارب الصورة ونحن نضع alarm activated فاكتيفيت التداري امسحال ال LCD يستدعي ال LCD ويقوم بيقيت clear ويقوم بيقيت لكي تداري ونحن الوزم ونحن نضع هذا من من التسعة الى حاد الصفر يعني على التنازلي على التنازلي كل مرة يطبع الكرسر يسوي الست ويطبع مكانه وسوي بزر تون ويطبع شقد الوقت ما تود لي ثانية واحدة وراها يسوي clear وست كرسر وراها يكتب ال alarm activated هذا الكود اللي بالبداية اذا واحد اول مشاغل دعس اي شنو اللي يصير هذا الكود راح يصير initial distance get distance هنا انا فد فنكشن بعدين نحرفها نحكي بيها وactivate alarm فالس وalarm activated فالس بعد اختيار نماط تشغيل جهاز الانذار اعطاني المحول alarm activated صارت true alarm activated true يتم الدخول في جملة الشرطية المتعلقة بهذا النمط والتي يتم فيها استدعاء التابعة الخاص بحساب المسافة الاجسام ومال الحساس فانت غيرت المسافة عن القيمة البداية تبدلت في جملة الشرطية السابقة مع موجود هامش خطأ عشر سنتيمترات للتخوص من تفوت القراءة التي يعطيها الحساس فيطيها هامش قراءة يقبلها وفي حال تواجد جسم جديد سوف يعمل الزمور ويتم مسح الشاشة واستدعاء التابع get entered password والذي سيطلب من المستخدم ادخال كلمة ويتم مسح الشاشة اختيار اي نمط مطلوب 有ما تغير screen of message واذا يلعب له العالم في هذا القسم If Alarm Not Activated If Not Alarm Activated وإذا Screen Off Message يساوي صفر Clear Set Cursor يطلع لك A و B هاي بيبدأ كلش ما طرقنا الكود هذا اللي أول مرعين عرض تمام يتم الآن قراءة قيمة المفتاح المضغوطة من اللوحة المفاتيح وهذا اللي يتم اختيار لو A low B وهنانا Get Key نستخدم هذا الفنكشن Get Key إذا يساوي A فسوي كذا إذا ما يساوي A يعني B فالنمط الثاني اللي هو تغيير كلمة السر فهنانا هذه current password إذا اختارها يطلب كلمة السر واستخدام Set New Password الكود الخطوات الكالآتي نتمسح الشاشة يعني That's Change Password يتم مسح الشاشة وتعارفه متحول آية والذي سيكون كما أشهر لكي يتحرك بين خانات الشاشة ثم يتم طباعة العبارة current password في السطر الأول ثم يتم طباعة علامة الأكبر من Greater than في السطر الثاني من الشاشة مع ناقل حالة المتحولين خاصين بكلمة السر Past Change Past Changed للحالة True بما أنه Past Changed True يتم الآن دخول في حلقة شرطية لا نهاية لها لا نهاية يعني While لا يتم الخروج منها حتى يتم كلمة يدخل كلمة السر يتم فيها قراءة لوحة المفاتيح فإن كان مفتاح المضغوط ولا المفتاح يتم تدمير حد القيم 09 يتم تسجيل القيم المدخلة على المتحول Temporary Password Plus يساوي Key Pressed فأنا أضيفة لسترينغ هذا اللي هو تم باسورد أبدأ أضيفها تنجمع عليها هذا نفس نفس String Concatenation يعني أكون بالclass اللي هو String أو سي String CONCAT أكون فدي عايزة تكون CONCAT يجمع يجمع String أو ممكن يجمعها هنا كأنما قامعت يادية بس هو دي يجمع حروف characters يجمعها فيه داخل String هذا String وهي character وفي نفس الوقت يتم طبعت الإشارة نجمة على الشاشة على اعتبار Password من خليها تبين من نجمة تبين وتشغيل الزمر لفترة قصيرة للدلالة على أدخال القيمة ونخلي الضزار يشتغل فترة مطويلة أنه تم إدخال أكثر من خمس أرقام يعني نخلي حاد للباسورد خمس أرقام أو تم ضغط المفتاح هاش يتم مسح القيمة المدخلة ويعيد عمرية طلب يدخل كلمة المرور فنخلينا أنه إذا أكثر من خمس أرقام تنعاد إذا هذا الشباك هذا الهاش أو الهاشتاغ يتم المسح القيمة هذا طبعا لازم نكتبها في ستكر ونخليها يم الجهاز حتى المستخدم يفتهم الكلمة أما إذا تم ضغط المفتاح ستار فيتم مقارنة القيمة المدخلة مع القيمة السابقة فكانت متساوى فيتم مسح القيمة القديمة والطلب من المستخدم يدخل كلمة المرور جديدة وهنا ندخل في حلقة ويل جديدة لكن هذه المرة من أجل تدخل كلمة المرور الجديدة فتختلف عن ديتش الأولى الوايل فصير ويل الداخل ويل كما في حلقة ويل السابقة يتم اختبار المفاتح المضبوطة فإن تم ضغط المفتاح ستار فيتم تثبيت الكلمة الجديدة وإعطاء المتحولات pass change mode pass change هذه المتغيرات الاثنين القيمة false بهذا يتم الخروج من نمط تعديل كلمة السر والعودة للوجه الرئيسية وكان ما صعب password been changed فهنانا الكود مالتها إذا كيبراس يساوي بي capital B فنمسح الشاشة نستدعي high clear ونحط متجر نسمي I نطيق مع أولية واحد واثنان البزر نخلي يشتغل وال temporary password نصفرها والكورسور نخلي على 00 ونطبع current password وست cursor 01 ونحط هذه علاقة الأكبر حتى يعني السطر الثاني ونخلي ثانات المود مالتها true past changed mode وال past changed وهنا اللوپ الأول اللي هو past changed هذا key pressed يساوي get key نختار key هذا key pressed يساوي no key لا يساوي no key يعني أكبر الشيء تم دخاله تمام هذا key press لا يساوي no key وانا ما تم ضغطه فانشي كذا 0 1 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 4 إلى حتى 9 يعني أي واحد من ذني هاي or statement أي واحد من ذني من 0 لل 9 طبعا نستعمل switch statement هنا بس أوكي مو مشكلة من 0 لل 9 temporary password يساوي plus ويساوي يعني نضيف تنضاف عليها key pressed فهذا قبل بداية كانت فارغة temporary password كانت فارغة فأول مرة رح بس ينضاف عليها فيصر أول قيمة مدخلة مثلا ضغطنا 9 قيمة المدخلة أول قيمة بال temporary password هي 9 هذه character طبعا temporary password string key pressed character فنقدر نضيف من هذا على هذا نجمع كل ما نضيف character LCD set cursor نزيد بواحد ونطبع نجمع على اعتبار أخذها ونسوي buzzer طبعا نزيد بواحد هنا ونسوي buzzer على اعتبار أنه نضغط المفتاح فالكاونتر ما لاتنا مزيد بواحد احنا قلنا خمسة فمن الصفر للأربعة هو بلش صفر تمام ومن يصر أكبر من خمسة يعني من الخمسة داخل من الواحد للخمسة واحد نين ثلاث أربعة خمسة أوكي من يصر أكبر من خمسة أو الkeypress يساوي هاشتاغ إذا أي واحد من ذلك يصير صفر للباسورد يعني من زاد عدد الأزياد يصفر يطلب مرة ثانية أو الهاشتاغ يعني كأنه ما عاد أدخال كلمة السر مرة ثانية رود تسوى لأي واحد هذا الكاونتر ومساح لي عيد نفس الحتش السابق تمام نفس الكلام السابق يعيد وكل ما نضغط في الشيذ يعني إذا keep rest نساوي نجمة إذا واحد ضغط نجمة فهنان يحسب أنه صفر العداد التون والباسورد يساوي تمبر الباسورد يعني حطت كل محطت نجمة وياها يعني أقول الأخزن فالباسورد صار تنبر باسورد وتنبر باسورد صفرناها دينا بعد ما أحتاجها وسوى نساة النو باسورد إذا نحن الباسورد أخذناها نريد نشوفها تمام وكيرسر وندخل إلى باس تشينج مود وهنا أنا أيضا الأرقام إذا مضغوطة لا يساوي نو كي يعني مضغوط فالشي فنشوف هذا واحد من ذني من الصفر للتسعة فسونا نضيف لنا تنبر باسورد اللي قبل شوية صفرناها أجمع بيها الكي بريست وكل مرة خلي نجمة زي 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 كونتر بواحد وخلي نجمة وطلع بازرتون والكاونتر اللي هو تحد الخمسة يتكرر كإنما مرة ثانية تمام فالآية إذا وصل على اعتبار عبر الخمسة من الواحد للخمسة عبر الخمسة أو كان أكو هاشتاغ فراح يسوي أيضا مرة ثانية التمبرال باسورد راح يصفرها لأنه إذا عبر الخمسة لازم يعيده مرة ثانية يطلب بإدخال مرة ثانية فاتكرر وبازر وستنو باسورد ويعيده مرة ثانية شوفه كتكرار بالقضية ما مستخدمة فنكشن ويتم استدعاها هذا يصار كتكرار للكود البرمجي داني كتبه كل مرة داني كتبه طبعا ممكن اختصار التكرارات إنه سويها فنكشن وتستدعي فنكشن ووفر لك جهد ووقت هذا كي براس تساوي صفر مثل ما ستار مثل ما نقرأ الباسورد القديم التمبرير الوقتيا نخليها بالباسورد القديم وراه نصفرها تمام نسوي الباسشينج نطلع من عنده والسكرين أوف ميسيج نسوي صفر اهلان انتر الباسورد هذا الفنكشن كما رأينا هذا يستدعى في حال تواجد جسم جديد أمام الجهاز بس يصير الالترسونيك يحس أكفة شي جديد تغيرت الانيشي الديستنس عن كرن ديستنس رأسه يطلب باسورد ويقوم بتشغيل البزر والطلب المستخدم ادخال كلمة السر ما هي وظيفة هذا التابع اللي هو انتر باسورد هو انه يطلب كلمة السر يطلع لكلمة ألارم في السطر الأول في السطر الثاني يكتب عبارة باسورد وراها حط مثل موجود هنا منتظر دخالها او يحط لك نقطتين شارحة لانه احنا كناس من يشوف نقطتين شارحة ويدي رمش بلينكين الكيرسون نفتهم انهم ينتظر من عند دخال تمام بعد ذلك في حلقة يدخل في حلقة وائل المتعلقة بالمتحول اكتيفيت وتم فيها كما في الحلقات المشابهة يتم قرأ القيمة المدخلة ملاحظة المفاتيح وتأكد عدم تجاوز خمس خانات او عدم ضغط المفتاح هاشتاغ واما ضغط المفتاح ستار فادي مختبار قيمة المدخلة مع القيمة الأساسية فانتحقق المساور يتم يقاف الزمور ولغان المتحولات خاصة بالتفعيل يعني طابقة الباسورد اما في حال عدم تحقق المساورد يتم طلب القيم البداية لمتحول K يساوي 5 والسبب متعلق في توافق موقع المؤشر على شاشة العرض الكريستالية انه بلشنا المرة هذه من 5 لانه شاشة العرض الكريستالية الموقع مالتن قدر نستغل لهذا وممكن شان يكون غير شكل تمام وهنا نبلش والاكتفيت get key يقراها اذا اكو قيمة مدخلة يعني لا يساوي no key تشيك هذا واحدة من ذن الارقاب فالباسورد عرفه بس رقمية تمام انه في هالحالة ونضيف هكل ياتي يعني طلص ويساوي والكرسر هنا على مده هذي استخدم كي والكي كل مرد زايد تمام فليش بلشنا الكي من 5 وقلنا اصغر من 9 لانه الموقع على الدستبلاي استخدمنا متغير 1 ل2 اطفن كيف نستخدم المتغيرين يعني اي مثل سابقا 1 لل5 و الكي للعرض ممكن عادي بس اختصر ولذلك الكي هنا استخدم تمام نفس السابق اذا بلش بالخمسة فاكبر من 9 يعني شنو يعني 5 6 7 8 9 هايصار 5 مرات تمام منصر اكبر يطلع او اذا كي برست يساوي الهاشتاغ بها الحالة temporary password صفر نياها والكي يرود رجع 5 هناك كنا نسوي i يساوي 1 هنا لانا نحتاج هنا من 5 إلى 9 هنا كنا نسوي من 1 إلى 5 نفس الفكرة يعني نفس العداد تمام نفس عرض الكلمة ما السر بس المتغير استخدمنا بغرض يعني غرض لل display وغرض كعداد لا كثر ولا والكيرسر رجعنا لبداية وهنا كتبنا alarm و set cursor و pass ليطلب تخيل كلمة مرة ثانية إذا كانت نجمة يعني temporary password تساوي password وطابقت يعني فطف الأشياء و no tone بزر طفي وخلص هه يعني تم قبول الpassword إذا لا والله if else يعني هاي الف statement ما تحققت ما تساويت الpassword صارت else فإذا كانت temporary password لا تساوي password يعني هي else لا تساويها تمام temporary password تساوي password else يعني لا تساوي صراحة أنا أشوف هذه زايدة لأن الألس هي temporary password هذا العبارة هسان نظل لها زايدة رأيس else وفتح قوس لأنه هي else أنه لو متساوية لو غير متساوية فهنا أنا متساوية طبقنا هذه غير متساوية عن else سوى هات 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 أشياء شو يساوي لك يقول wrong password try again وطيق delay ويمسح لك الشاشة ويكتب لك alarm ثاني ويكتب لك password ويرجع أخرى لإدخال الكلمة السر أما تابع حساب المسافة بين الحساس والأجسام التي أمامه فيتم عبر get distance فأكو عدنا function اسمها get distance تساوي write وصوية delay وصوية write مرة ثانية وصوية delay أكثر خمسة عاف دلي السابق و وتساوي write أخرى فلو high and low فأحنا عرفنا أنه high يشقد عرضها تمام وراه نقرأ pulse in فالtrigger set high state for 10 microseconds هنا high for 10 microseconds فأسويت المرة low انتظرت شوي وراه سوى high 10 microseconds delay وراه رجع low أوكي هسا هنا قرينا دزينا إشارة هناك بال high بال digital write هنا trigger pin دزينا إشارة صوتية فوق صوتية موجه ونقرأها ف pulse in خليناها ب duration طبعا نقسمها على اثنين حتى نحسب بس one way مو ذهب وإيا بس ذهب و السرعة ما الصوت نعرفه مفترضه ثابته تمام تحويل الوحدات صار 3400 صار 0.034 ورجعنا المسافة فالمشروع السابق اعتبر تطبيق عملي جيد للأفكار وبذلك ينتهي المشروع المشروع هذا اللي قبل شوي قريناه في هذا المصور يعتبر تطبيق عملي جيد للأفكار البرمجية التي تطارقنا إليها خلال الجزء الأول وهو مشروع مأخوذ من How to Mechatronics والذي يحتوي على العديد من الأفكار البرمجية الجديدة الجيدة فلريد أفكار برمجية أخرى يروح على موقع How to Mechatronics هذا الموقع How to Mechatronics يعني Mechanic Walktronics والأفكار اللي ممكن تطبيقها بالحالة العملية بناء على حساس المسافة والبزر والكيباد كثيرة جدا ومفيدة جدا وبذلك ينتهي المشروع ونلقاكم في التصوير القادم المشروع الأخير لهذا الكتاب الذي نصل صفحه لأردوين كما لم تعرفوا من قبل وإلى لقاء قريب والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر